هناك أيضا أمران يتعلقان بهذا الموضوع نحن نريد أن نناقش هذا الموضوع من الناحية العلمية حتى نقفف المنابع التي تجعل حقوقا للآخرين أولا يقول البعض بأن القدس وفلسطين بشكل عام لم تكن للمسلمين أصلا إنما كانت فيها ديانات أخرى ومن بينها الديانة النصرانية جاء المسلمون واستلموا تلك المعمورة وأصبحت من نصيبهم يديرون فيها الشؤون ويتركون لبقية المنى للأخرى الفرصة في أداء عباداته الأيام دول يقولون جاء الدور لنا نحن الآن نريد ذلك المقدس لنا وسندير الأمور بالنسبة للمسلمين وهذا ورد على كل حال ربما استمعتم إليه في بعض الخطابات نعم أولا الأرض لأهلها الأرض لأهلها وأهلها كما هو ثابت تاريخيا إنما هم العرب الكنعانيون توالت هجرات وحصل اعتداء على القدس وعلى بيت المقدس انتهاءا يعني بالرومان الذين عاثوا فيه الفساد وحررها منهم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والوثيقة العمرية خير دليل على ذلك نعم فالأرض لأهلها هم سكانها هم أصحاب الأرض هم أصحاب الحقوق نعم أما دعوى أن هناك حقا تاريخيا لأن ما تشيرون إليه في السؤال ينقسم إلى أمرين اثنين نعم أن هناك حقا تاريخيا وأن هناك حقا دينيا نعم فلنبدأ بما يتعلق بالحق الديني طيب أما ما ورد في كتاب الله عز وجل فأمره واضح بي نعم لكن لنسأل عالم اليوم منذ متى وهم يسمعون لنصوص دينية نعم متى أصبح هذا العالم المعاصر يصيخ السمع لنصوص دينية بقطع النظر عن هذه النصوص الدينية نعم أسوأ أنواع الانحطاط الأخلاقي بعيدا عن هدايات ما تنص عليه مللهم وشرائعهم وكتبهم مع تحريفها إلا أنها فيما يتعلق بالأخلاق الإنسانية والقيم المجتمعية وما يتناسب مع الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها لا زالت هذه الكتب لا زالت مجتملة على قيم وأخلاق وآداب دينية رفعة لكنهم يطرحون ذلك كله ويفصلون بين الدين والسياسة في كل مناح حياتهم وفي إدارة شؤون حكمهم إلا في هذه القضية هذا من التناقض الواضح إنما يبررون به دعاوى باطلة لا أساس لها من الصحة ولما ندخل بعد في فحص هذه النصوص الدينية التي يستندون إليها وإلا فإن الباحثين المتخصصين أثبتوا بطلانها وأنه لا دليل فيها البتة لم يكن لهؤلاء وجود إلا في فترة أنبياء الله تعالى داود وسليمان عليهما السلام ثم يعني أقل من ذكر من المؤرخين أقل مدة قال هي فترة حكم داود وسليمان عليهما السلام وهي تزيد على السبعين عاما بقليل ومن توسع قال جاء ملوك وقضاه يديرون شؤون بني إسرائيل لما لا يزيد عن أربعمائة وثلاثين عاما هذه أقصى ما وجدته أنا بنفسي من أبحاث تاريخية في هذا الشان وإلا فكانوا غرباء حلوا بهذه الأرض ثم جلوا منها إذن ليس هناك نصوص دينية نبينا إبراهيم عليه السلام بنص القرآن الكريم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين وفي نصوصهم الدينية حتى إلى الآن في سفر التكوين أن إبراهيم أو إبراهام كان غريبا في أرض كنعان وأنه حتى لما ماتت امرأته سارة ما وجد لها أرضا يدفنها فيها فاشترى البقعة التي دفن فيها زوجه عليه السلام اشتراها منهم سبحان الله لأنه كان وهذا النص لا يزال موجودا إلى اليوم بل يذكرون حتى القيمة التي اشترى بها الأرض إذن إبراهيم عليه السلام لم يكن من الكنعانيين لم يكن له كان غريبا كان من العراق كان هاجر إليها بأمر الله تبارك وتعالى كما هاجر إليها لوط عليه السلام وإنما فإذن فيما يتعلق بالنصوص الدينية كما قلت الأصل حتى يفهم أبناء المسلمين أن عالم اليوم يتنكر للدين أصلا لا سيما في مجال السياسة يصرحون بذلك فكيف في هذه القضية يأتون ويقولون بأن هناك حقا دينيا وهم في أبسط فيما هو واضح صريح متفق عليه في الشرائع والملل السماوية من قيم وأخلاق حاكمة لأخلاق الناس ضابطة لهم موجهة لهم محققة لمعاني الفطرة يتنكرون ويتنكبون عنها ويتعامون ويتصاممون فكيف يأتون إلى عالم السياسة الذي لا يقبلون فيه أن يكون للدين فيه مدخل أبدا ويقيمون أنظمة الحكم وأنظمة إدارة الأمور على أساس هذه المبادئ ثم يأتون ويدعون هذه الدعوة أما تاريخيا فأيضا كما تقدم لم يكن هناك حق لهم ولا لغيرهم إنما هي لأهل البلاد وذراريهم من بعدهم وهم العرب الكنعانيون وهذا واضح في أسماء البلدان قديما وحديثا وفي استقرار أهلها فيها وفي دحرهم لمن أتى غازيا وإن طالت مدة احتلاله لأرضهم إلا أن التاريخ يثبت أنهم أجلوا أو أنه أقلي عنهم من جاءهم محتلا غاشما معتريا عليهم ثم نحن نعطي